مهما السياحة في مصر انتعشت هنبقى دايما بنقول مصر تستاهل أكتر وعودتنا لأننا نشوف السائحين في شوارع مصر مبهجة للأسوياء منا لأنه أي حد فينا بيشوف السائح في مكان بيبقى قادر يفهم العجلة الكاملة اللي بتتحرك بسبب وجود السائح ده في مصر فدايما بقول كده الأسوياء مننا هيحترموا السائح هيعملوا كويس مش هيستغلوا مش هيعتبروا صيد سهل وبتهيألي وأعتقد وأنا متأكدة ده لا مش اعتقاد دي معلومة أنه وزارة السياحة كمان مهتمة بدا مهتمة بكيف بحاجة اسمها الإكسبرينس أو خبرة السائح في مصر بيجي يمشي في الشوارع بيتعامل مع التاكسيات بيتعامل مع المحلات دي كمان جزء من الخبرة إحنا لما بنقدم مصر كمنتج سياحي إحنا مش بنقدم غرفة في فندو خمس نجوم لأنه طبعا إحنا عندنا أحلى فنادق وأحلى طبيعة لكن الخبرة كاملة ده جزء كمان من اهتمامات وزارة السياحة ومن مسؤولياتنا إحنا كمان عجبتني كمان نصيحة أستاذ عمر القاضي مرة جاء بقى نعملها لأنه فعلا فعلا بيجي لنا حالة كده من الصدمة لما نشوف أسعار السياحة مثلا في أجهز نص السنة ففعلا التخطيط المبكر وشركات السياحة ممكن يبقوا حل لكن طول الوقت طول الوقت يعني بحس جدا الأهالي اللي عندهم الوعي ده أنه يخلوا أولادهم يستمتعوا بمصر ويشوفوا كل جمالها كل على قد إمكانياته ده اختيار عظيم ده درس انتماء كده غير مباشر إحنا محتاجين نديه لأولادنا